في رجال الكشي وهذه الطبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي طهران إيران صفحة 463 رقم الحديث 883 محاورة مهمة جرت بين الواقفة وإمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه ولعنة الله على الواقفة من أولهم إلى آخرهم موطن الحاجة في هذه المحاورة صفحة 464 الذي كان يحاور الإمام يجادل الإمام هو البطائني اللعيم إمام الواقفة المرجع الشيعي الأول حينما كان إمامنا الكاظم حبيسا في السجون في طوامير بن العباس الجدال طويل أذهب إلى موطن الحاجة منه فقال له أبو الحسن إنه إمامنا الرضا فقال له أبو الحسن يقول للبطائني ومن معه من الواقفة لعنة الله عليه فقال له أبو الحسن فأخبرني عن الحسين بن علي كان إماما أو كان غير إمام ماذا تقول أنت قال كان إماما قال فمن ولي أمره من ولي أمره في دفنه في تجهيزه قال علي بن الحسين البطائني يقول لأن الأمر كان معروفا عند الشيعة البطائني هذا كان من شيعة أهل البيت ومن علماء شيعة أهل البيت في نظر الشيعة قطعا وإلا فإن الإمام الكاظم كان يقول له أنت وأشباهك أنت وأتباعك أشباه الحمير أشباهك أشباهك من المراجع أتباعك من مقلديك أنت وأتباعك من أشباه الحمير فهذه القضية كانت معروفة بين الشيعة من أن الإمام السجادة هو الذي تولى دفن الأجساد الطاهرة دفن الحسين صلوات الله عليه ومن معه في أرض كربل ولذا فإن الإمام الرضا يحتج على البطائن بأمر معروف لا يستطيع أن ينكره فقال له أبو الحسن إمامنا الرضا فأخبرني عن الحسين بن علي كان إماما أو كان غير إمام قال كان إماما قال فمن ولي أمره في مسألة الدفن والتجهيز قال علي بن الحسين قال وأين كان علي بن الحسين قال كان محبوسا بالكوفة في يد عبيد الله بن الزياد هذه الحقائق لا يستطيع علي بن حمزة البطائن أن ينكرها البطائني هذا كان تلميذ أبي بصير أبو بصير كان ضريرا فكان الذي يقود أبا بصير ويعينه في القراءة في الكتابة هو هذا البطائني الذي صار من مراجع الشيعة زمان إمامنا الكاظم ولكنه بعد ذلك طمعا بالأموال والمناصب أسس دينا جديدا إنه دين الواقفة فتنة ضل بسببها كل أصحاب العمائم في ذلك الزمان عوام الشيعة كانوا الأقل تأثرا بتلك الفتنة ولذا قالوا بإمامة الإمام الرضا أما أصحاب العمائم كلهم ذهبوا مع المرجع البطائني وما رجعوا إلى الإمام الرضا رجع قليل منهم ماتوا على هذه الضلالة وسرقوا أموال الإمام الكاظم لأن الأموال كانت تجبى إليهم زمان إمامة إمامنا الكاظم فالإمام الرضا لا يتصدى إمامان إمام ناطق وإمام صامت هذا هو قانون الإمامة قال فمن ولي أمره من ولي أمر الحسين قال علي بن الحسين قال وعين كان علي بن الحسين قال كان محبوسا بالكوفة في يد عبيد الله بن الزياد قال خرج وهم لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف هذا كلام البطائن هذه عقيدة البطائن وهي عقيدة عامة الشيعة خرج وهم لا يعلمون الحديث عن الأمويين حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف فقال له أبو الحسن إمامنا الرضا إن الذي أمكن علي بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه فهو يمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف وليس في حبس ولا في إسار الإمام الرضا لم يكن أسيرا سيكون الأمر حتى من نظر المنطق الترابي أهوى الواقعتان كل واقعة فيها جهة سهلة وجهة صعبة بالنسبة لواقعة دفن الحسين فإن جسد الحسين كان على الرمضة لم يكن تحت يد الأمويين الإمام السجاد كان في قبضة الأمويين واقعة دفن إمامنا الكاظم صلى الله عليه الإمام الرضا لم يكن في قبضة العباسيين لكن جسد الإمام الكاظم كان في قبضة العباسيين فكل واقعة فيها جهة سهلة بلحاظ المنطق الترابي وجهة صعبة كل واقعة من الواقعتين لكن بالنسبة للإمام المعصوم لا يوجد أمر عسير بالضبط مثل ما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن الذي أمكن علي بن الحسين وذل كل شيء لكم يمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف أولا الأمر معروف عند الشيعة من أن الإمام السجاد هو الذي تولى دفن الأجساد الشريفة من خلال هذه المحاورة وثانيا إمامنا الرضا قرر ذلك أثبت أن الإمام السجاد هو الذي تولى دفن الأجساد الشريفة في كربلا هذه محاورة مهمة جدا الذين يبحثون في هذه المسألة عليهم أن ينظروا إلى هذه المحاورة محاورة مهمة جدا ترتبط بموضوع دفن الأجساد الشريفة في كربلا أعيد قراءة ما قرأته عليكم تدبروا فيه بدقة هناك أمران واضحان الأمر الأول إمامنا السجاد هو الذي تولى أمر دفن الأجساد الطاهرة في كربلا كان أمرا معروفا عند الشيعة ولذا جاء من بديهيات المحاورة وثانيا إمامنا الرضا قرر هذا الأمر لو لم يكن هذا الأمر موجودا وحقيقيا هل يقرره الإمام الرضا وهل يحتج به على البطائن وغيره فهذا تقرير حقيقي من قبل إمامنا الرضا لهذه الحقيقة أية حقيقة أن إمامنا السجادة هو الذي تولى دفن الأجساد الطاهرة في كربلا بعد النقاش والجدال مع البطائن إمامنا الرضا قال له فقال له أبو الحسن فأخبرني عن الحسين بن علي كان إماما أو كان غير إمام قال البطائن كان إماما قال فمن ولي أمره من ولي أمره في تجهيزه وتدفينه قال علي بن الحسين هذا جواب البطائن الإمام قال له وأين كان علي بن الحسين فأجاب البطائن كان محبوسا بالكوفة في يدي عبيد الله بن زياد واستمر في كلامه خرج وهم لا يعلمون حتى ولي أمر أبيه ثم انصرف فقال له إمامنا الرضا فقال له أبو الحسن إن الذي أمكن علي بن الحسين أن يأتي كربلا فيلي أمر أبيه فهو يمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف وليس في حبس ولا في إسار لم يكن محبوسا ولا أسيرا يتحدث عن نفسه فهذه المحاورة تثبت لنا أمرين تثبت لنا أن الإمام السجاد هو الذي دفن سيد الشهداء وتثبت لنا أن الإمام الرضا هو الذي دفن إمامنا الكاظم لأن الإمام الرضا تحدث عن هذين الموضوعين في هذه المحاورة ومن هنا فإن المحاورة هذه مهمة جدا للذين يريدون البحث في الموضوع الذي نحن بصدده فهذا حديث الأئمة عن إمامنا السجاد يتولى دفن الأجساد الطاهرة يتولى دفن أبيه الحسين وسائر الأجساد الطاهرة نص نص آخر في بصائر الدرجات وبصائر الدرجات الكبرى كتاب مؤلفه من أصحاب إمامنا الحسن العسكري إنه محمد بن الحسن الصفار الطبعة هذه طبعة مؤسسة النعمة بيروت لبنان صفحة مئتين وتسعة عشر من الباب الثالث إنه الحديث السابع عشر وبهذا الإسناد بأي إسناد بالإسناد المتقدم للحديث الذي سبقه حدثنا أحمد ابن محمد وأحمد ابن إسحاق عن القاسم ابن يحيى عن بعض أصحابنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبهذا الإسناد قال لما قبض رسول الله هبط جبرئين ومعه الملائكة والروح الروح الذي ينزل مع الملائكة في ليلة القدر لأن الحديث في أجواء ليلة القدر أيضا فعنوان الباب ما يلقى إلى الأئمة في ليلة القدر إلى آخر لما قبض رسول الله هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر قال الذي يقول هو الصادق صلوات الله عليه ففتح لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهى السماوات إلى الأرض قطعا هذا الكلام في أفق المدارات وإلا فإن الحقيقة ما من ملك يخطو خطوة في السماوات إلا بأمر من الإمام المعصوم إلا بأمر من أمير المؤمنين ما من ملك يخطو خطوة واحدة هذه عقيدتنا وهذا الكلام ما هو كلامي هذا ورد في رواياتهم وأحاديثهم تريدون أن تقبلوه أنتم أحرار تريدون أن ترفضوه أنتم أحرار بالنسبة لي لا يشكل هذا شيئا إذا وافقتموني أو رفضتم حديثي النفع والضرر مرتبط بكم إذا كان هناك من نفع فإنه يعود عليكم في اعتقادكم السليم وإذا كان هناك من ضرر فإنه يعود عليكم أيضا إذا كان اعتقادكم ليس سليما ولذا احترموا عقولكم ودققوا معي فيما أقول وعودوا إلى البرامج السابقة نصيحة التي أكررها للجميع عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك وادرسوها جيدا يا شباب الشيعة من أبناء وبناتي عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك ادرسوها وتدارسوها دائما إنها لباب العقيدة العقيدة السليمة على أي حال أعود إلى الرواية لما قبض رسول الله هبط جبرئيل ومعه الملائكة والروح الذين كانوا يهبطون في ليلة القدر قال الصادق ففتح لأمير المؤمنين بصره فرآهم في منتهى السماوات إلى الأرض يغسلون النبي صلى الله عليه وآله معه كانوا مع أمير المؤمنين يغسلون النبي ويصلون معه عليه يغسلونه يغسلونه ويصلون معه عليه معه مع أمير المؤمنين يصلون على رسول الله ويحفرون له والله ما حفر له غيره الذين حفروا قبر رسول الله بحسب إمامنا الصادق وهو يغسل والله ما حفر له غيرهم حتى إذا وضع في قبره نزلوا مع من نزل فوضعوه فتكلم وفتح لأمير المؤمنين سمعه فسمعه سمع رسول الله يوصيهم به رسول الله يوصي جبرائيل والملائكة والروح بأمير المؤمنين وفتح لأمير المؤمنين سمعه فسمعه يوصيهم به رسول الله يوصي الملائكة ويوصي جبرائيل ويوصي الروح وهو خلق أعظم من الملائكة كما هم حدثون فبكى وسمعهم يقولون من أنهم لن يألو جهدا في ذلك وإنما هو صاحبنا الطباعة خاطئة يقولون لأنالوه وإنما يقولون لا نألو جهدا أو لا نألوه جهدا وإنما هو صاحبنا بعدك إلا أنه ليس يعايننا ببصره بعد مرتنا هذا هذا الكلام في مستوى من مستويات العقيدة من أن الأوصياء لا ينظرون إلى الملائكة وإنما وإنما الملائكة تلهمهم إلهاما الأنبياء هم الذين ينظرون إلى الملائكة أنا لا أريد أن أتشعب في هذه التفاصيل موضوعنا عن دفن الأجساد لكن الحديث في مستوى المدارات حتى إذا مات أمير المؤمنين رأى الحسن والحسين مثل ذلك الذي رأى رأاه أمير المؤمنين عند دفن رسول الله ورأى النبي أيضا يعين الملائكة فالنبي كان حاضرا في دفن أمير المؤمنين وفي تجهيزه ومن هنا قلت لكم من أن رسول الله كان حاضرا مع السجاد في دفن الحسين هذا موضوع خارج عن بعثنا الآن لكن الرواية أشارت إليه بالإجمال حتى إذا مات أمير المؤمنين رأى الحسن والحسين مثل ذلك الذي رأاه أمير المؤمنين ورأى النبي أيضا يعين الملائكة مثل الذي صنعوه بالنبي حتى إذا مات الحسن رأى منه الحسين مثل ذلك ورأى النبي وعليا يعينان الملائكة فكان النبي وكان أمير المؤمنين حاضرا في دفن الحسن قطعا الزهراء حاضرا لكن الحديث في أفق المدارات كما قلت لكم وبمستوى الإجمال لو كنت بصدد شرح هذا الحديث لحشدت لكم الأحاديث التي توضح الحقيقة الكاملة حتى إذا مات الحسين أين مات الحسين ذبحوه في الطفوف حتى إذا مات الحسين رأى علي ابن الحسين من يعني عند تجهيزه ودفنه نص صريح واضح حتى إذا مات الحسين رأى علي ابن الحسين من مثل ذلك ورأى النبي وعلي والحسن يعينون الملائكة الزهراء موجودة أو لا الحديث لم يذكرها لأنه حديث مدارات حتى إذا مات الحسين رأى علي ابن الحسين منه مثل ذلك ورأى النبي وعلي والحسن يعينون الملائكة حتى إذا مات علي ابن الحسين رأى محمد ابن علي مثل ذلك ورأى النبي وعلي والحسن والحسين يعينون الملائكة حتى إذا مات محمد ابن علي رأى جعفر مثل ذلك ورأى ورأى النبي وعلي والحسن والحسين وعلي ابن الحسين يعينون الملائكة حتى إذا مات جعفر رأى موسى منه مثل ذلك هكذا يجري إلى آخرنا الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فحينما يتحدث عن موسى بن جعفر يتحدث عن أمر مستقبلي حتى إذا مات جعفر رأى موسى منه مثل ذلك هكذا يجري إلى آخرنا فإمامنا الصادق هنا يشخص الإمام من بعده وهو إمامنا الكاظم وهو الذي يتولى أمر أبي الرواية واضحة وصريحة جدا بخصوص كل المعصومين لكن الحديث عن إمامنا السجاد ومن أنه تولى أمر الحسين بعد استشهاده هناك من يقول من أننا لا نمتلك أحاديث بخصوص إمامنا السجاد هذا حديث الجهل والجهالة هذه أحاديثنا بل ما قرأته عليكم من محاورة الإمام الرضا مع البطائن وما قرأته عليكم من حديث بصائر الدرجات هذا قبل قليل هو أقوى من كل المضامين التي قرأتها في الأحاديث الأخرى ألا تلاحظون ذلك في إثبات أن الإمام السجاد هو الذي تولى دفن الأجساد الشريفة في كربلا ما جاء في محاورة الإمام الرضا مع البطائن والتي قرأتها عليكم من رجال الكشي وما جاء في هذه الرواية في بصائر الدرجات أقوى في الدلالة والمضمون والحقيقة من كل المضامين المتقدمة القضية واضحة وواضحة جدا لكننا ماذا نصنع للجهل والجهالة والجاهلية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر